اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دكتور حفيظة شريف طبيبة أخصائية في أمراض الأطفال استضفناها اليوم باش تحدثنا على موضوع يهم كثير من الأولياء ألا وهو موضوع تأخر النمو عند الأطفال مرحبا بك دكتور حفيظة شكرا جزيلا أستاذة على الاستضافة دكتور حفيظة ماتا يعتبر النمو طبيعي عند الطفل يعتبر النمو طبيعي عند الطفل إذا كانت القياسة يعني الطول والميزان يتطوران بصفة متوازية ومتساوية في منحنيات النمو بين نقص 2 وزيد 2 للإحراف المعياري يعني تجد الإشارة إلى أنه في النمو الطفل عنده مراحل عمورية مختلفة يعني لما الطفل يكمل سنة عادة الميزان يتضاعف ويكون زاد في العمل الأول إلى بمعدل 20 إلى 25 سنتيمتر لما يكمل العام الثاني الميزان يكون عادة أربعة أضعاف ويزيد 13 سنتيمتر في العام الثاني ابتداء من العام الثالث والرابع الزيادة تكون بمعدد 4 إلى 5 سنتيمتر في العام بنسبة للطول في حين الميزان يزيد بين 1.8 إلى 2.2 كيلوغرام في السنة ما هي العوامل المتحكمة في نمو الطفل؟ نمو الطفل تتحكم فيها عدة عوامل أول حاجة العوامل الوراثية يعني لما طول الأب وطول الأم يقدر يأصل على طول الطفل وهنا نحسبه لطايسي بالجينيتيك يعني الطول المقدر وراثيا انطلاقا من طول الأب وطول الأم العوامل الثانية هي العوامل الغذائية يعني لازم تكون تغذية الطفل تكون تغذية سليمة ومتوازنة وتتكون من كل المجموعات الغذائية لكي يكون النمو سليم. كان العوامل الهرمونية. وهذا تجدر الإشارة إلى الدور الغدى الدرقية وهرمون النمو. بلا ما ننسى العوامل الاجتماعية. يعني لما يكون الجو اللي يعيش فيه الطفل شوية يعني ما يكونش مليح الجو العائلي يقدر يأثر على نمو الطفل. لكن متى لابد أن نبدأ نتقلق ووقتها نذهب إلى الطبيب لإجراء البحثات؟ كان أولياء العادة وشفنا شفنا بلي الأولياء تكون هناك مقارنة. نقول الأولياء بلي ما لازمش نقارنه نمو الأطفال لأنه كل الطفل تسحكم فيها عوامل تاعو. يعني كين أولياء يقولك شفت ابنيك يخرج من المدرسة ما وش قد للأصدقاء تاعو. ولا يكونوا في مثلا في ولي مع عائلية يبدأوا يقارنه هذا مع ولد عم وولد خالو. وش نقول وكسنا نبدأ نتقلق. نتقلق إذا رجيت بلي الطفل التاعي النمو التاعو الوثيرة تع النمو التاعو متباطئة. يعني ما يكونش كما قلنا ما يزيدش بأقل من ربعة ولا خمسة سنتيمتر في العام. ولا شك باللي الطفل التاعي كان انكسار في المنحنات عن النمو تاعو هنا. اخي اذكرنا أهمية منحنا النمو. هنا نقول الأولياء بلي لما نروح عن طبيب الأطفال ولا طبيب العام. لازم منديم معايا. الدفتر العائلي لانه فيه منحنايات النمو لاهرجح نشوفه في الأخير. يعني لما نروح عند الطبيب نقول يا طبيب اللي أريد أن ت Sharon Wood يكون هناك تطبيق. هنا نقوله بلي كم مراحل اللي يجب تشوفهم. مثلا الطفل عند الطبيب بذارك الله ي pelo tour masterین. في شهر الأول. في شهر الثاني. في شهر الثالث والرابع. والخامس و السادس. وبعد تقولو كن الثلاث أشهر في شهر التاسع. شهر الثمهر، سهر خمستاش، سهر ثمانتاش، لما يكمل عامين ثانيا ونبعث يخطر كل سنة حتى 21 سنة. يعني في هذه الفترات يجب أن نرى المنحنة على الطفل. لما يكون هناك انكسار يعني ابنين ينمو بطريقة جيدة ونبعث يكون انكسار في النمو. لذلك يجب أن نتحيى. كان هناك شيء أخرى ثاني كي يحسبنا لطا يسيب الجينيتيك. لما نجد طول تلك ابن التاعي أقل بعيد على لطا يسيب الجينيتيك برواقين. هنا ثاني يجب أن نتحيى. هناك أسباب. الأسباب التي تستطيع أن تكون سبب في نقص النمو عند الطفل. كان نقص النمو البنية والوراثي. يعني نرى تاريخ العائلين. نرى بلك عندهم قصر قامة. بلك عندهم أمراض عظمية. نقول لهم إحنا لملادي أصيز. هذو يقدر يكون عندهم نقص في النمو. كان المتلازمات. يعني متلازمة داون. ولا كما نقول لهم إحنا ليتخيزون ميت ولا ليمونغوليان. يقولون عندهم نقص في النمو. كان متلازمة تورنر عند الفتيات. وكان متلازمة نونان. هذو نحاوت عليهم بالفحص. وبعدنا هدروا عليهم من بعد. عنا ثاني أسباب أخرى أسباب هرمونية. قلنا الغدة الدرقية. ولا نقص في هرمون النمو. وكان أمراض المتعلقة بالجهاز العظمي. كما لملادي سيلياك. ولا حساسية الجلوتان. ولا الأمراض الالتهابات اللي يكونوا في الجهاز الهضمي. هذا يؤثر على النمو. ولا ما ننسى الأمراض المزمنة. يعني الطفل إذا كان عنده مشكلة في الكيلة. يقدر يؤثر عن النمو. ولا الأمراض الأطفال اللي عندهم مرضى الربو. يتلاولوا الادويات عن مرضى الربو. يقدر يؤثر عن النمو. ولا مرض القلب. كل الأمراض المزمنة إذا كان وكانش تتكفل تحهم بطريقة جيدة. يقدروا يؤثروا على النمو. وهنا نقدر لنا نهدر الأولياء. نقولوا بللي لازم تتتابعوا للنمو. يمكن كننتابع للنمو. نكتشف مرض آخر. إذا كيفا تكون طريقة التشخيص عند الطفل اللي عنده نقص في النمو. التشخيص كيف يكون؟ نبدأ في البداية بالتاريخ العائلي نستقسيو الأولياء نشوفو كيف كان في البداية أصلا نشوفو ميزان الطفل كيف كان الميزان التاعو نهار في الولادة التاعو كان لأرسيو اللي قلوهم حنا لغوطا دوك خواسون سنتخاء اوتيران لجا كي زاد كان الميزان التاعو أقل من 2.5 في حين أنه زاد في شهره لا يوجد طفل لا يوجد طفل لا يوجد طفل هذا عادة نعس النمو حتى نصل إلى 4 سنوات إذا نصل إلى 4 سنوات ونزال ناقص في الرواق التاعو لا يجب أن نتوجه للطبيب نشوفو التاريخ العائلي نشوفو كيف كان لديهم أمراض في العائلات التاعو حمد كيف كان لحوثو الأمراض الوراثية الحاجة الثانية نعقبوه إلى الفحص لنشوفو كيف كان لديهم مثلا تشوهات أو حاجة لتقدر توجهنا إلى المتلازمات كيف كان خلصوا الفحص التاعنا نخذ القياسات نشوفو الطولة التاع ونشوفو الميزان التاع ونشوفو محيط الرأس إذا كان طفل صغير والطريقة لازم تكون طريقة سليمة وباستعمال أجهزة جيدة كنخلصوا أخذ القياسات لازم نطبقوهم على المنحنايات المنحنة النمو مهيب جدا كنخلصوا هذه الخطوة نعقبوه إلى الخطوة الأخرى خلاص شفنا الطفل تاني عنده نقص لازم نطلبوا تحاليل كان تحاليل نطلبوها بطريقة كما نقولو استيستيماسي كهذا البيلون صندع لنطلبوه عن كل الأطفال نبدو بالبيلون غ نشوفو الكيلا . نشوفو ثاني عندنا لنشوفو عنده حساتية البلوتين ولا نديرو لنشوفو لنشوفو الغدة الدرقية ونشوفو ثاني اذا كان عنده فقرة دم يجب نشوفو هذو البلون لنشوفوه وعننا الجيافان ثاني عنده علاقة بالنمو هذان نقولو البلون للتحاليل الأولية بعدما نخلصوا التحاليل الأولية نطلبو أشياء السينية يعني نديرو الراديو لليد بتاع الطفل نقولو للاولياء أؤعلاب لأنه نمو أن الطفل ستماشى مع عمر الزمني لكي نرى هل العمر لديه يتماشى مع العمر الحقيقي للطفل. وعندما نجد الطفل نقص في العمر لا تتعييده. لأن الطفل مليحة. الطفل يزيد يكبر أكثر وكثر. كان أولياء يأتي وتقول أبني في العمر سبعة سنين، والأولياء يأتي بالرداء في عمر سبعة سنين. وكيفها وخطأ. لا. نجد أن نقص في العمر تعييده أن يزيد وحظوب أن يزيد يكبر أكثر. كل خاصة هذه الخطوة وإنطلاقاً من هذا التحاليل والراديو هذا كي ينبع تحاليل أخرى حسب الاتجاه حتى وش خمى فيه الطبيب إذن الأسباب يبدو أنها تكون على حساب كل مرض العلاجي يكون على حساب كل مرض بعد ما تخصوا هذه الخطوة يكون أخلاص الطبيب وصل إلى تشخيص إذا كان السبب متعلق بالجهاز الهضمي هنا تكون حمية غذائية حتى بالمرض إذا كان عنده مسل ألم الآله يقولون حساسية كل الكبوب هنا يجب الطفل أن تكون في حمية غذائية محددة على أن يعود هذه نقص التي تم تعفيrás الميزان إذا كان ملف أمراض والاستث captive في الآلاء الآظمي reserved إذا كان هذا القناب علاقة نضيفها الذي سوف يؤديه بثمانوا عليه إذا كان لديه مشكلة لأدوية هرمون نمو هي في تحاليل أخرى قريب لكي نطرهم في المستشفى كان لتزديناميك اللي نديروهم باش نشوفوا وعليه السبب ومبعد نكملوا الأشياء المغناطسية يعني اليرام سيريبرال على الراس باش نشوفوا وعليه لغداة ومتخدمش ومبعد يبدأ العلاج إذا كان القيناب اللي عنده مرض مزمن مثلا الكيلة كان أخرين جوا في علاج النقص النمو وقدانوا تحميل القيناب اللي عنده مشكل في الكيلة هنا كي يوجد عنده مرض مزمن لازم يكون العلاج لمرض مزمن عنده القلب ولا مرض الرب ولا الكيلة وكي تخلصوا كل هذه الأشياء يكون ثاني العلاج حس السبب موضوع شيق جدا نتمنى يكونوا كل الأولياء استفادوا به هل عندك دكتورة بعض توصيات حاجة دي ميساج توجيهم للأولياء الأولياء واش نقولهم المقارنة ما لازم شتكم لأنه كل طفل عنده طريقة نموتة ومحددة الحاجة الثانية نهتمه بالتفتر الصحي يعني كنه عنده طبيب طبيب عام لازم ندي معي الدفتر الصحي باش نقول للطبيب يحط لي الميزان والطول تعبني لأنه في حالات كثيرة كي يأتي الطفل من أجل نقص النمو في عمره سبع سنين ثمان سنين حنا نشوفه الدفتر نلقاه فرغان وهي يمكن مشكل موش في الطبيب لأن الأولياء ما عندهم ش هذه العادة أنه يدي معه الدفتر صباحي وحنا نتهمنا هذه لأنه نشوفه مكتبطة أحبس النمو هل النمو كان متوازن مثلا أم بعد حبس ولا مثلا كين انكسار ولا من البداية كان النمو متوازن هنا جد مهم للطبيب لأنه انطلاقا من هذا المنحنيات رح تكون التحاليل باش منخصرش الأولياء في تحاليل ما عندها حتى معنا وشكرا شكرا جزيلا برك الله فيك دكتور شريف شكرا للجميع إلى لقاء أخر نستودعكم الله السلام عليكم اشتركوا في القناة